حم المناورات العسكرية بين واشنطن وموسكو تتصاعد تزامنا مع توترات حادة بين روسيا والغرب على خلفية الملف الأوكراني سلسلة المناورات بدأت القوات الروسية جنوبا على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات حربية قائد القوات الروسية في الجنوب ألكزندر دوفارينيكوف قال إن التدريبات تشمل سلاح الجو ومضادات الطائرات وسفن أسطولي البحر الأسود ومحر قزوين فيما قالت وكالة تأصين المناورات تأتي للتحقق من جهوزية العناصر العسكرية للدخول في قتال في عدة قواعد جنوب روسيا الإعلان عن هذه المناورات جاء بعد ساعات على تنديد الكريملين بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب وراء في ذلك تصعيدا أمريكي واشنطن كما سمعنا من وزير دفاعات دفاعها لوين أوستن لن تقف مكتوفة الأيدي إن وصلت تهديدات روسية إلى حلفائها لكن إدارة الرئيس بايدن لم تضع خيارات الردع العدوان أو ردع العدوان الروسي المحتمل فحسب بل يبدو أن خيار الردع النووي بات يلوح في الأفق أفق مجلة نيوزويك الأمريكية فإن هذا الخيار بات مطروحا في واشنطن لردع العدوان حتى في أوروبا فشيرة إلى أن الأمر كان واضحا في مناورات البرق العالم العسكرية ما يدفع الأمريكيين لهذا الخيار هو تخوفهم من تحركات روسية خاصة بعد زج الأخير لحشود عسكرية قدرت بمئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية دعونا الآن نلقي نظرة على الترسانتين الدوويتين الأمريكية والروسية وفق اتحاد العلماء الأمريكيين فإن مجموعة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة بحلول تسعة عشر قدرت من نحو ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانين سلاحا بينها ثلاثة آلاف وثمانمائة رأس حربي وستمائة وستون وخمسون صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأخرى تطلقها الغواصات والقاذفات الاستراتيجية في حين قدر اتحاد العلماء الأمريكيين مجموعة ما تملكه روسيا في ذات الفترة بستة آلاف واربعمائة وتسعة أو تسعين سلاحا نووي تحديدا منها أربعة آلاف واربعمائة وتسعين رأسا حربية وخمسمائة واربعة وعشرون صاروخا باليستيا عابرا للقارات بالإضافة إلى صواريخ الغواصات والقاذفات الاستراتيجية وعادة ما تحجب وزارة الدفاع الروسية المعلومات المتعلقة بمخزونات الأسلحة النووية مصنفة إياها بمعلومات سرية لكنها ملزمة بالكشف عنها لواشنطن بصورة دورية في إطار اتفاق بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر